نهاردة منتخبنا بدأ الاستعداد لمباراة أصفات كاس العالم ده الخبر المضمون مسندة المضمون دعم المضمون وقوف خلف منتخبنا لاعب لاعب كل عدو في الجهاز الفني نقف في ظهره وندعمه هتقول لي يا عم كريم ما انت كنت بتقول الكلمتين دولة عن فيتوريا وحطنا قدام الحيطة قلت لنا كلمتين دولة على كيروش وخص النهائي قلت لنا كلمتين دولة على حسام البدري وماكملش نقوله على اي مدرب لمنتخب مصر نقوله على اي لاعب بيلعب لمنتخب مصر يا جماعة مفيش حاجة اسمها انا بتجنن لما بشوف الناس دي بتكتب بعض الناس بتكتب الكلام ده في التعليقات يقولك ايه يا جماعة ما كفياكوا بقى تطبيق لمنتخب مصر يا السلام يا جدع يا عم انا بتطبيق لمنتخب مصر انا بتطبيق للمدرب او المدير الفني لمنتخب مصر انا بتطبيق لكل بطل في قائمة منتخب مصر ايه العيب مش فاقق ايه العيب يعني يا جماعة انه لما نحاسب مدرب او لاعب في منتخب مصر يتحاسب بعد نهاية المشوار ما ينفعش ابدا في منتخب بلدك تحاسب بالقطعة بالاختيار بمباراة بتعادل بتعصر خطوة خطوة ندعم ونساند لنهاية المشوار بعد ما المشوار يخلص نشوف النتيجة كانت ايه نتيجة حلوة وفرحتنا يا سلام ونكمل نتيجة ما عجبتناش نقول لا حاسب عندك التغلط في واحد اثنين تلاتة اربعة ده فيه ناس ييجي يقولك ايه لما منتخب لما الاهل ييجي يلعب لما الزمالك ييجي يلعب واطلع هنا اقول مثلا ايه كولر بيزلم اللعيبة جوزي جوميز ما بيعرفش يدرب يقولك لا 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 استنى عندك ده مش كلام ينفع تقوله دلوقتي والاندية دي رايح تلعب مباراة مهمة في افراك صح ماشي عشانه برضو بيمثلوا مصر بس ما بتقبلش ده لكن لو كلنا هتلعنا بقى دلوقتي نقول ايه يا عم يا كابتن حسام يا كابتن حسام ينفع ما تخدش عمر كمال عبد الواحد يا جدا انت ينفع ما تخدش عمر جابر يا سيدي ده دونج عامل المطشاط حلوة قوي ده انت واخد فلان ومش واخد فلان ويفضل نعود نقول كلام مفهوش بتلاتة جنيه دعم بس عادي منتخب مصر مستباح مداري منتخب مصر يلا ندوس لعيبة منتخب مصر مش حلوين دول راحين يشينوا مسؤولية صعبة جد